اشتركوا في القناة يكن بدر الدين من أمراء الدولة الرسولية في اليمن أقطعه الملك إسماعيل بن علي بن داود ناحية شرعب من بلاد تعز وأوكل إليه مهمات وأعمال عديدة فكان يقوم بها على خير قيام وعلى خير وجه منها أنه كلفه بالخروج إلى قبيلة بن سيف في شمال مدينة إب لإخضاعها بصحبة الأمير جمالي فخرجوا إليهم في عساكر كثيرة وأعملوا فيهم القتلى وأخربوا كثيرا من ممتلكاتهم وأعاد محمد بن زياد عليهم الكرة فقتل شيخا من شيوخهم يقال له الصنديد وفي سنة ثمانمائة واثنين للهجرة وتوافق سنة ألف وأربعمائة للميلاد خرج محمد بن زياد هذا لاستقبال الأموال القادمة من مدينة عدن فلما استلمها صرف العسكر الواصلين بها ثم مال بها جهة بلاد قاطبة وساعده في ذلك الشيخ أحمد بن مهدي ثم ندم على ما كان منه فذهب بالخزينة إلى الملك فعفى عنه وتركه على ما كان عليه من خدمته ولما رأى منه ما أوغر صدره عليه سجنه في دار الأدب المعروف اليوم بقلعة القاهرة في مدينة تعز فبقي في سجنه حتى آل الأمر إلى الملك أحمد بن إسماعيل بن علي بن داود الرسولي فأخرجه من سجنه وعاده إلى سابق عمله وكلفه بمهمات قسيمة حقق فيها نجاحا بارعا فأكرمه وأنعم عليه حتى مات خلف ولدا اسمه عباس كان من أمراء الدولة الرسولية فيما بعد أيضا توفي الأمير محمد بن زياد في العصر الرسولي رحمه الله في مدينة زبيل يوم الثالث عشر من ربيع الآخر سنة ثمانمائة وسبعة وعشرين للهجرة وتوافق اليوم الثالث والعشرين من فبراير سنة ألف وأربعمائة وأربعة وعشرين للميلاد رحمهم الله أجمعين وإلى لقاء آخر مع علم من موسوعة علام اليمن ومؤلفين